أعلنت الحكومة الانتهاء من توريد وزراعة 2.5 مليون شجرة في 25 محافظة منذ بدء المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون شجرة وضحت الحكومة أنها جار العمل بين مختلف الوزرات لتوريد ما تبقى من أشجار لزراعتها ومؤكدة الأهمية البالغة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة التي تسهم في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو وكذلك تنقية الهواء وتحسين جودته مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين